بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم قال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث سؤال وإذا قيل لك من نبيك جواب فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وتم التسليم سؤال وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته جواب فقل ثلاث وستون سنة منها أربعون سنة قبل الرسالة وثلاث وعشرون نبيا رسولا سؤال وإذا قيل لك بأي شيء نبئ جواب فقل بيقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق سؤال وإذا قيل لك بأي شيء أرسل جواب فقل أرسل بيا أيها المدثير قم فأنذر سؤال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول جواب فقل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا سؤال وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول جواب فقل العموم والخصوص المطلق فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة سؤال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل جواب فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي فيجتمعان في النبي الرسول وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر سؤال وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كاف أم لبعضهم جواب فقل أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك جواب فقل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمد خاتم الأنبياء جواب قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سؤال وإذا قيل لك بأي مكان ولد وبأي مكان توفي جواب فقل ولد بمكة وأول ما أوحي إليه بها وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها ودفن جسمه وبقي علمه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين سؤال وإذا قيل لك كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان جواب فقل هم واحد وعشرون وجمعهم بعض بعض العلماء بقوله أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف قد حسب ثم قصي وكلاب مره كعب اللؤي للكرام غره وغالب فهر ومالك نظر كنانة خزيمة به افتخر مدركة إلياس ثم مضر نزار أيضا ومعد ذكر ثم عدنان وعنده وقف متفق الأقوال عند من سلف سؤال وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جواب فقل هم القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب ولد له في الإسلام وبعضهم يقول المطهر والمطيب ويجعلهم آخرين غير عبد الله وإبراهيم بن مارية القبطية وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكلهم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم سؤال وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جواب فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم جويرية بنت الحارث ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمة ثم ريحانة بنت زيد ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليه سؤال وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن جواب فقل تسع ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعز المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصلين الأول والثاني فهم المتعلقان بمعرفة العبد ربه ودينه ختم بالأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وابتدأ بيانه بقوله سؤال وإذا قيل لك من نبيك وأجاب عنه بقوله فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ذاكرا اسم النبي صلى الله عليه وسلم منتهيا إلى جد أبيه ثم قال وهاشم من قريش أي من قبيلة قريش وهي إحدى قبائل العربي والعرب كما قال من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فالعرب كافة عدنانيهم وقحطانيهم منسوبون إلى إسماعيل بن إبراهيم في أصح القولين وهو قول محمد بن إسحاق المطلب والزبير بن بكار ومحمد بن إسماعيل البخاري في جماعة آخرين وبواب البخاري في صحيحه باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل أي نسبة قحطان إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته وأجاب عنه بقوله فقل ثلاث وستون سنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات مات عن ثلاث وستين سنة منها أربعون سنة قبل الرسالة أي لم يوحى إليه قال وثلاث وعشرون نبيا رسولا أي أوحى إليه على رأس الأربعين وبقي نبيا رسولا ثلاثا وعشرين سنة ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك بأي شيء نُبِّئ وأجاب عنه بقوله فقل بي أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق وأردفه بسؤال آخر فقال سؤال وإذا قيل لك بأي شيء أرسل وأجاب عنه بقوله فقل أرسل بيا أيها المدتر قم فأنذر أي أنه ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة النبوة أولا بإنزال سورة العلق إليه وتبت له مرتبة الرسالة ثانيا بإنزال سورة المدتر عليه وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن ما يراد به من الرسالة والنبوة فلما أنزل عليه الوحي تبتت له أقل مراتبه وهي مرتبة النبوة ثم ارتفع عنها صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة المدتر إذ في سورة المدتر أنه مبعوث إلى قوم مخالفين له من الكافرين وهذا وصف الرسول في أصح الأقوال فالرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين والنبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيج في كتاب النبوة فمعنى قولهم عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقراء وأرسل بالمدتر أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة العلق وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدتر وموجب ذلك أنه لما أنزلت عليه سورة العلق علم أنه موحا إليه وأقل مرتبة لمن يوحى إليه أنه يكون نبيا فثبتت له النبوة ثم لما أنزلت سورة المدتر وفيها بعثوه إلى مخالفين في قوله تعالى قم فأنذل وربك فكبر علم أنه صلى الله عليه وسلم نبي رسول ثم سأل سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول وأجاب عنه بأن النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا فالفرق وفق هذا القول أن النبي يكون غير مأمور بالتبليغ وأما الرسول فإنه يكون مأمورا بالتبليغ والمراد بالتبليغ هنا عند القائلين بهذا المقاتلة على الدعوة المقاتلة على الدعوة إذ ليس كل نبي يؤذن له بقتال قومه إذ ليس كل نبي يؤذن له بقتال قومه أما التبليغ الذي هو إيصال رسالة الله فإن الله قال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهذا ينزه عنه الأنبياء فالذين يطلقون التبليغ مرادهم المقترن بمقاتلة قومهم عليه إذ ليس كل نبي يؤذن له بقتال قومه وكما تقدم فالصحيح أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين والرسول من بعث إلى قوم مخالفين ثم ذكر سؤال آخر فقال وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول وأجاب عنه بقوله فقل العموم والخصوص المطلق فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول أي أن من تبتت له الرسالة فإنه نبي فكل رسول نبي وأما النبي فإنه لا يكون رسولا فقد يكون رسولا وقد لا يكون رسولا والمراد بهذا المعنى الخاص وأما باعتبار المعنى العام فالذين يبعثهم الله إلى الناس يسمون رسلا ويسمون أنبياء قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فيسمون جميعا أنبياء وقال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول فيسمى كل من يبعث رسولا ويسمى نبيا باعتبال المعنى العام وأما باعتبال المعنى الخاص فالرسول يختص بمن بعث إلى قوم مخالفين ويختص النبي ببعثه إلى قوم موافقين ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا بتمييزه بالرسالة لتمييزه بالرسالة التي أفضل من النبوة ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل وأجاب عنه بقوله فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء فالملائكة يكون منهم رسل يكون منهم رسل ولكن ليس منهم أنبياء قال فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجه أن يعم كل واحد منهما من وجه ويخص من وجه آخر قال فيجتمعان في النبي الرسول وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر فالرسل ليس فيهم أنبياء فالملائكة ليس فيهم أنبياء ولكن فيهم رسل هو البشر فيهم رسل وفيهم أنبياء لكن رسل الملائكة يبعثون إلى الملائكة وإلى البشر لكن رسل الملائكة يبعثون إلى الملائكة وإلى البشر وأما رسل البشر فيبعثون إلى البشر فهذا معنى قوله العموم والخصوص الوجه ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم وأجاب عنه بقوله أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم يعني الجن من الناس أم ليس من الناس من الناس الجن من الناس في أصحي القولين فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مع قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالجن يسمون ناسا لكن لا يسمون إنسا والناس مأخوذ من النوس وهو الحركة ولا اضطراب وهو الحركة ولا اضطراب وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر عند مسلم أن الله قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم أعطيت كل إنسان مسألته فالفرد من الجن إنسان كما أن الفرد من الإنس يسمى إنسانا ويسمى الفرد من الجن رجلا كما يسمى الفرد من الإنس رجلا والدليل قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن طيب هل في الجن امرأة؟ يعني فيها رجل في نص القرآن هل في الجن امرأة؟ نعم مدد لي ذكران الإنس وذكران الجن وإناثه أحسن يقول لحديثي أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاق قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فالخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن لكن من فضائل النساء على الرجال أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجل من الجن في القرآن ولم يذكر البرأة من الجن في القرآن وإنما ذكرت في السنة ثم ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ وأجاب عنه بقوله فقل قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس أي للناس كلهم وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوت لكل أحد في زمانه وبعده من إنس وجن وعرب وعجم ومشرك ووتني وكتابي وبر وفاجر ثم ذكر سؤالا آخر فقال سؤال وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأجاب عنه بقوله قوله تعالى ما كان محمد ألا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو أيضا خاتم المرسلين لكن ذكر في القرآن ختم النبوة لا ختم الرسالة لماذا؟ من باب الأولى لأن النبوة أدنى فإذا انتفت النبوة وهي الأدنى انتفت الرسالة وهي أعلى فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين أما أول الأنبياء والمرسلين فهو نوح عليه السلام موافقين أو غير موافقين؟ آدم عليه السلام أحسن هذا هو الجواب الصحيح أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لكن آخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم فجمع له في الختم ما تفرق لغيره في البداءة وهذا من عظم مقامه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك بأي مكان ولد وبأي مكان توفي وأجاب عنه بقوله فقل ولد بمكة أي بهذا البلد الحرام وأول ما أوحي إليه بها وتوفي بالمدينة وكانت تسمى يثرب بعدما هاجر إليها صلى الله عليه وسلم ودوفنا جسمه وبقي علمه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وبقي دينه صلى الله عليه وسلم حيا لا يموت وقويا لا يهضم قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه فكلمة التوعيد باقية ما بقي عقب إبراهيم وتكاثرت في ذلك الأحاديث الوالدة في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بُعت به يبقى حتى يذت الله الأرض ومن عليها ثم ذكر رتبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله فمن أراد أن يعظم محمد صلى الله عليه وسلم عظمه بما عظمه به الله أو عظم به النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه وكل تعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يعظمه به الله ولا عظمه به نفسه فهو أدنى من تعظيم الله وتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم صحيح أو غير صحيح؟ صحيح صحيح لأن الله لما اختار هذا الرسول وبعته إلينا عظمه بما له وهو صلى الله عليه وسلم عظمه بما عظم به عظم نفسه بما أخبر به عنها هذه قاعدة وقع أكثر المتأخرين في انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب لأنهم يعرضون عما عظمه به العظيم سبحانه وما عظم به هو نفسه إلى تعظيمه بغيره فأنتم اليوم تسمعون من الناس من يقول قال الحبيب واللهم صل على الحبيب وهذا إنزال للنبي صلى الله عليه وسلم عن مرتبته العظمى وهي مرتبة الخلة فإن الخلة غاية المحبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني خليل الله فهو خليل الله لا حبيبه والخليل أعظم من الحبيب فهل يليق أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عنه بالوصف الأدنى مع ترك الأعلى لا ريب أن هذا خلاف الأدب معه صلى الله عليه وسلم وهو أيضا صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى رواه أحمد بإستاذ صحيح من حديث عوف بن مالك فلم يقل أنا النبي الحبيب وإنما قال أنا النبي المصطفى فمن عظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم عظمه بما عظمه به الله وبما عظم به نفسه ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما هو رسول وما على الرسول البلاغ إلا البلاغ فليس هو رب يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فالذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله في غير المقام اللائق به والمقام اللائق به كما قال المصنف بل عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم بل يطع ويتبع ثم ذكر سؤالا آخر فقال وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان أي إلى جده عدنان وأجاب عنه بقوله فقل هم واحد وعشرون وجمعهم بعض العلماء بقوله أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف قد حسب إلى آخر الأبيات المذكورة واقتصر المصنف على هذا لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان مجمع على صحته ذكره ابن القيم في ساد المعاد وابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر في فتح الباري وأما ما عدا ذلك فإنه مختلف فيه مع الجزم بأن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام والجزم بأن إبراهيم من ولد آدم عليه الصلاة والسلام فالنسب النبوي ثلاثة أقسام فالنسب النبوي ثلاثة أقسام القسم الأول ما هو مقطوع بصحته إجماعا وهو إلى جده عدنان فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي إلى آخر نسبه صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان والثاني ما هو مختلف فيه فمنه صحيح ومنه ما هو مجهول وهو ما بين عدنان إلى إسماعيل فهذا منه أشياء تصح حفظتها العرب فإنه جدهم ومنها أشياء لا تعلم صحتها والقسم الثالث ما هو مقطوع بعدم صحته ما هو مقطوع بعدم صحته وهو ما بين إبراهيم إلى آدم فهي قرون متطاولة لا يعلم قدرها ونحن نعلم أن القدر الذي بين آدم ونوح كم قرن عشرة قرون تبت هذا في الصحيح في صحيح البخاري بين آدم ونوح عشرة قرون ونوح جاء بعد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعد نوح فيكون قد جاء بعده بمدة طويلة ثم ما بينه وبين ذريته آماد طويلة لا نعلمها علمها عند الله ثم ذكر سؤال آخر فقال وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب عنه بتعينهم فقال هم القاسم وعبد الله ثم قال وإبراهيم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فأمه هي مارية القبطية هؤلاء هم أولاده صلى الله عليه وسلم من الذكر والإناث وذكر أن من أولاده الطاهر والطيب ويقال المطهر والمطيب والصحيح أن هذان لقبان لابنه عبد الله أن هذان لقبان لابنه عبد الله فيلقب بالطاهر والمطهر وبالطيب والمطيب ثم ذكر سؤال آخر فقال وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه بقوله فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة إلى تمام ما ذكره وهؤلاء كلهن مجمع على كونهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم سوى ريحانة بنت زيد فمختلف فيها فمن أهل العلم من يقول إنها زوج له ومنه من يقول إنها كانت أمة يطأها بملك الأمين ولم تكن زوجة له والصحيح هو الثاني وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم وغيره أنها لم تكن معدودة في زوجاته وإنما في إمائه ومملكاته ثم ختم بسؤال آخر فقال وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي عنهن أي التي بقين بعده صلى الله عليه وسلم فمن أزواجه من ماتت في حياته ومنهن من بقيت بعد مماته فالتي متن في حياته من خديجة رضي الله عنها وأيضا سودا زينب بنت خزيمة رضي الله عنها فهتان توفيتا في حياته وأما التسع المعدودات فبقينا بعده وهن كل ما سوى من تقدم من المعدودات سوى زينب بنت خزيمة رضي الله عنهن فبقي بعد موته صلى الله عليه وسلم تسع كانت آخرهن وفاة من من آخر من توفي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جوهيرية حبيبة عائشة ميمونة عائشة عائشة سودا بنت الزمع وأن تقول عائشة رضي الله عنها وآخر زوجاته صلى الله عليه وسلم وفاة هي ميمونة رضي الله عنها هي ميمونة رضي الله عنها وكانت وفاتها بسرف كانت وفاتها بسرف وكان نكاحها بسرف وتوفيت أيضا بسرف رضي الله عنها وهي موضع معروف في مكة من جهة القادمة من المدينة وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الكتاب بما يناسب المقام أكتبه طبقة السماع سمع علي جميع القول السديد لمن سمع جميعه ومن عليه فوت يكتب أكثر بقراءة غيره والقاري يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عنه إجازة خاصة من معين للمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاجة فإني قرأته على زهير بن مصطفى الشاويش وهو قرأه على مصنفه قرأته على زهير بن مصطفى الشاويش وهو قرأه على مصنفه والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم يوم السبت السابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمانين وتلاثين وأربعمائة وألف المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الثاني والكتاب الثالث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى هو كتاب اللوامع من الكلم الجوامع ومن يرغب أن يحظى بنسخة من هذا الكتاب فإنه يراجع التوجيه والإرشاد وسيمدونه بنسخة يتابع معنا فيها في الدرس فهذه الدروس إن شاء الله تعالى تستمر يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وسيكون يوم الخميس في شرح كتاب التحقيق والإضاح في أحكام مناسك الحج تقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين